السلام عليكم طلاب أهلا وسهلا بكم وياكم عبد الحميد الثاني من أكاديمية القنون الطبية اليوم رح أشرح لكم مادة المدكال فيزيكس المحاضرة الثانية طبعا قدنا الحرارة والبرودة في الطب أولا الفيزيكال بيزيز القواعد الفيزيائية في الحرارة ودرجة الحرارة قواعد الفيزيائية للحرارة ودرجة الحرارة يجب أن نفهم درجة الحرارة من مقياسها الجزائي المolecular skill طبعا طلاب موليكولز are in motion in a gas and liquid even in a solid the molecules have some motion about their sides يعني هاي جزيئات تكون في حركة دائمة وين؟ in the gas and liquid تمام؟ مثما تعرفون يكون المادة الغازية تكون جزيئاتها شديدة الحركة أو عالية الحركة تمام؟ أما بنسبة للمادة السائلة فتكون أقل نسبة من المادة الغازية يقول لك even in a solid the molecules have some motion about their sides حتى المادة الصلبة فجزيئاتها تحتوي أو تمتلك حركة بسيطة حاول موقع حمكن تكون حركة دائرية ممكن تكون حركة بلورية تمام طلاب؟ the fact that the molecules move means that they have kinetic energy حقيقة حركة هاي جزيئات تعني that they have kinetic energy حقيقة حركة هاي جزيئات تعني أن لديها طاقة حركية and this kinetic energy is related to the temperature وهاي الطاقة الحركية توضح أن هاي جزيئات لديها درجة حرارة تمام طلاب؟ زين نيجي temperature شنو temperature is a physical quantity that expresses that hotness and coldness of objects is a physical quantity that expresses the hotness and coldness of objects هاي كمية فيزيائية توضح حرارة وبرودة الأشياء تمام طلاب؟ يعني شي سهل وواضح هاي كمية فيزيائية توضح أو تعبر عن حرارة وبرودة الأشياء objects and the temperature is an indicator of the amount coldness of objects طلاب وهذه هاي درجة الحرارة هي مؤشر لكمية الطاقة الحرارية that the body stores اللي خزنها الجسم تمام طلاب؟ هاي درجة الحرارة هي مؤشر مؤشر للطاقة الحرارية للجسم اللي خزنها that the body stores or it is an indicator of the range of movement of atoms within the material أو هي مؤشر لنطاق الرانج مال حركة هاي الجزئات في المادة نطاق لين قلنا هي كانتك انرجي مرتبطة بالحرارة أيضا فبنفس الوقت هي range للموفمنت مال الاتوم في المادة نجي ثانيا نطلع مقاييز درجة الحرارة أو المقاييز الحراري أو المقاييز الحراري thermomaterine مقاييز درجة الحرارة they are three temperature لدينا ثلاث مقاييز درجة الحرارة اللي هي silesios أو siles بالمعنى العربي والفرحنهايت رمزها F والكيلفن K كل من إله ترقيمه الخاص ومقاييزه الخاص نجي نجي كل المقاييز are defined by the freezing point and the boiling point of water كل هال مقاييز تعبر أو يعبر عنها بواسطة الfreezing point نقطة الانجماد والpoiling point نقطة الغليان تمام طلاب when at standard atmospheric pressure عند الضغط الجو القياسي الstandard atmospheric pressure اللي والضغط الجو القياسي تمام طلاب نجي الfreezing point of water اللي هي درجة الحرارة الجسم is about 37 سيليزي أو 98.6 Fahrenheit تمام طلاب converting temperature سيليزي to Fahrenheit شون أحول temperature سيليزي to Fahrenheit نحول درجة الحرارة من السيليزي للFahren لدينا قانون اللي هو TF أو T-Final يساوي 9 على 5 T-Silizy زائد 32 تمام طلاب الفيرنهايت 2 سيليزي أو السيليزي اللي هو قانون شنو T-Silizy يساوي 5 على 9 بالعكس قلبنا 9 على 5 إلى 5 على 9 تمام طلاب في TF ناقص 32 بدل ما كانت تزائد صارت ناقص 32 تمام طلاب السيليزي أو السيليزي and Fahrenheit skills allow for negative temperature to Kelvin تمام طلاب نجي على هاية تسمح مقاييس الفيرنهايت والسيليزي بدرجة حرارة سلبية مئوية إلى Kelvin اللي هي قانون T-Kelvin يساوي T-Silizy زائد 23 وسبعين هاي من نحاول temperature بالكلفن العافو من أريد طلع T-Kelvin يساوي T-Silizy زائد 23 قانون ثابت نرجع ونقول T-Final 9 على 5 T-Silizy زائد 32 والفيرنهايت إلى السيليزي شنو قانونها T-Silizy ساوي 5 على 9 في T-Final ناقص 230 انتهى للعب نجي على Thermal Explanation Thermal Expansion أو هو التمدد الحراري مثل ما نترجم راح نشوف التمدد الحراري بالضبط Most Materials Expand When Temperature Is Increased يعني معظم المواد تتمدد عند زيادة درجة الحرارة و Contract When temperature Is Decreased وتتقلص عندما تنخفض درجة الحرارة بها This is called Thermal Expansion and Contraction بالمصطلح الفيزيائي يسمى Thermal Expansion and Contraction تمام طلاب ومثل ما أوضح بهذا الفقر عندنا Low Temperature وال High Temperature تمام طلاب بال Low Temperature بدأت شوفون انه جزيئات متقاربة من بعضها او حركتها تكون قليلة وبال High Temperature حركتها تكون عالية لين قبل شوية قلنا وذكرنا انه الكهانيتك مرتبط بال Temperature تمام فكل ما زالت Temperature زالت kinetic energy وكل ما قلت Temperature قلت kinetic energy نسبة طردية عند معدل يكون ب يقول لك من يزداد معدل الطاقة الحركية أو السرعة لهاي الضرات بإزداد المعنى من هذا يقول لك انه من تزداد مثل ما ذكرنا قبل شوية كل ما تزداد طاقة الحركية بازديات بازديات الحرارة راح يزداد الفاصل بين الذرات أو المسافة بين الذرات تزداد حركتها تلقين الثيرمومتري glass liquid ثيرمومتري طبعا نطلع بعدنا الثيرمومتري هو المقياس الحراري glass liquid ثيرمومتر المقياس الحراري الزجاجي السائل طريقة الأكثر شيوعا لقياس رش الحرارة هي بسخدام المقياس الحراري الزجاجي يحتوي على الزبق أو الكحول تمام طلاب؟ يعني يقول لك الطريقة خلف استخدام الثيرمومتري هو عن طريق سيادة درجة الحرارة لمختلف المواد يسبب أحيانا هذه المواد التمدد بكميات مختلفة طلاب حسب استخدام هذا جاز في الزبق يقول لك بالفيفر ثيرمومتر الزبق اللي هو ميزان حرارة الحمى حرارة الحمى يسمون لأمطلاب الساعل تمام طلاب هو الميركري أو الكحول الثيرمستر طلاب الثيرمستر هو مقاوم خاص اللي يغير مقاومته تبعاً يتغير درجة الحرارة إنيشيالي ابتداعاً بشكل بداية تغير درجة الحرارة يسبب تغير مقاومة هذا الثيرمستر ثيرمستر يستخدم في غالب الأحيان في الطب ليش طلاب بسبب حساسية العالية تعم طلاب باستخدام الثيرمستر من السهل جداً قياس تغير درجة الحرارة حتى 0.01 سيليزي طلاب نجعل physical method of producing هيت انذبلي طلاب المادلة سهلة طبعاً يعني واضحة جداً ما يحتاج لها أي إشكال أما بأي إشكال طلاب وأي سؤال يواجهكم أو صعوبة فرح نسوي لكم كوزات وتقدرون تسألونا ورح نجوابكم بشكل تام إن شاء الله طلاب كل مادلة واضحة سهلة يعني الطرق الفيزيائية لإنتاج الحرارة بالجسم أو نقلها إلى الجسم تمام طلاب أتناول the conductive method أيها طريقة التوصيل the conductive method is based on the physical fact that if two objects at different temperatures are placed in contact conductive method تعتمد على إيش في الحقيقة الفيزيائية عندما توضع أشياء اثنين بدرجة حرارة مختلفة طبعا different temperatures وين متصلات ببعضهم طمام طلاب تعتمد في الحقيقة الفيزيائية عندما نضع أشياء اثنين بدرجة حرارة مختلفة متصلات ببعضهم تمام طلاب hit will transfer by conduction from the warmer object to the cooler one بشكل تلقائي راح تنتقل درجة الحرارة من من الورمر object من هذا المادة درجة حرارة أعلى للمادة درجة حرارة أقل hitting bats طلاب قره برافين التسخيم طريقة برافين وال hitting bats ال hitting bats طبعا هي جعل هي اللي هي الفوط التسخين يعني أو يعني واحد من يساخين اليوم أو يتعرض الاتهاب مهين تمام طلاب فأنتو شايفين يعني حطوا الفوط التسخين هاي تعام طلاب to the skin to hit the body by conduction التسخين جلد طريقة التوصيل at least a local surface يعني يعني راح ينتشر درجة حرارة على مساحة وسع على الجلد this method is used to treating arthritis تعام طلاب التهاب وال neuritis and back pain راح تعالج الالتهابات التهاب المفاصل الارثرت تعام طلاب وال neuritis and back pain التهاب المفاصل والتهاب العصاب والback pain وآلام الظهر واضح ثانيا radiant method قوة الdiatheramy الdiatheramy is the use of high frequency electric couriant هي استخدام التيار الكهربائي بتردد عالي to produce hit لإنتاج الحرارة hit from diatheramy penetrates deeper into the body than conductive hit الدرجة الحرارة اللي تنتج به الطريق اللي هي diatheramy أو radiant method تخترق الجسم بشكل أعمق ديبر أكثر من إيش من الconductive hit اللي خدنا قبل شوية طول الله واضح so it is useful for internal hitting فهي تكون مساعدة أكثر بالتسخين الداخلي and has been used for example على سبيل المثال in the treatment of inflammation of the skeleton تستخدم لعلاج التهابات وين بالعظام الإنفرا red hit الأشياء تحت الحمراء طلاب هالأشياء تكون خطرة إذا استخدمناها بشكل غير صحيح ف it is used for surface hitting استخدم لتسخين surface the waves the waves penetrate the skin about three millimetre and increase the surface temperature يعني هاي الموجات تخترق الجلد اللي عم قياسة إلى ثلاثة مليم يعني طلاب عمق كبير ثلاثة مليم and increase the surface temperature وتسبب ارتفاع بدرجة الحرارة excessive exposure تعرض العالي causes radining تمام طلاب التعرض العالي للإشعاع بهاي الأشعة تحت الحمراء and sometimes swelling يسبب رادين إشعاع في بعض الأحياء يسبب إيش تورم طلاب swelling this method is more effective because the heat penetrates deeper ها هي طريقة تكون أكثر تأثيرا بسبب اختراق هالأعمق تمام الحرارة تختلق بشكل أعمق نجي عالطريقة الثانية من طرق الradient method أول طريقة تشارة الانفرارة تحت الحمراء وهس نجي على short wave دية ثيرامي طبعا يقولك short wave دية ثيرامي موجات القصيرة يول تزيس إلكترو ماغنيتك استخدم الأشعة الكهرومناطسية وين راديو رينج بنطاق الإشعاع تمام طلاب حد نطاق الإشعاع هي راح تستخدم الأشعة الكهرومناطسية الطريقة سهلة يعني طلاب موضح ما بيها أي شي المايكروويف دية ثيرامي كنا نعرف المايكروويف في طلاب استخدمات بتسخين الطعام تمام طلاب استخدم الأشعة المايكروية راح نجي نشرحها إن شاء الله بتفسير المايكرويف دية ثيرامي يستخدم الأشعة الكهرومناطسية بنطاق الإشعاع أيضا المايكرويف دية ثيرامي is used in the treatment of fracture and strains عبدالله هاي الطريقة المايكرويف دية ثيرامي تستخدم في علاج الكسور الفركتور and strains والإجهاد تمام طلاب يعني من واحد يتعرض إلى stress ضغط عالي متواصل ممكن يكون مسابي العمل ممكن مسابي الدراسة يصل إلى مستوات يعني جدا عالية من الإجهاد و يدخل في حالة تكون نسية على الأغلب يعني رحي عالجوب المايكرويف دية ثيرامي نجي على الترا سونيك ويف الترا سونيك ويف are completely different from the elektromagnetic هاي الشععة تكون مختلفة بشكل كامل من ال elektromagnetic أو الشععة الكهرومناطيسية تختلف عن الشععة الكهرومناطيسية طبعا they produce mechanical motion like audible sound wave ستستخدم حركة ميكانيكية مثل الموجات الصوتية المسموعة تمام طلاب انتم شايفين تستخدم حركة ميكانيكية إذا ملاحظين في بعض الفيديوهات أو بعض الطلق يظهروا لكم حركة الموجات الصوتية تكون حركة موجية تمام طلاب يعني مثل الأمواج تمام طلاب وتكون متردودات عالية أيضا فهاي ال ultrasonic wave تشبه إلى حد ما audible sound wave واللي تكون mechanical motion as the ultrasonic wave move through the body ثم نعرف هاي ultrasonic wave راح تخترق الجسم أو تنتقل إلى داخل الجسم خلال الجسم the particles in the tissue move back and forth producing hit in the tissue فهذه الموجات مخترقت ودخلت إلى داخل الجسم جزيئاتها أو العفو the particles in the tissue جزيئات الموجودة بالانسجة راح تتحرك إلى الخلف إلى الأمام وإلى الخلف تنتجونا produce hitting in the tissues حرارة بالانسجة use of cold and medicine نجح على الطريقة الرابعة الطلاب الطريقة الرابعة اللي هي use of cold and medicine نرجح ونذكركم شي خدنا وشي خدنا physical basis of heat and temperature شو راح نحن بشكل كامل قوعد الفيزيائية الحرارة والدرجة الحرارة الثاني شي خدنا temperature skills مقاييس درجة الحرارة والمكاس الحراري وضحناها بشكل كامل تمام طلاب وبعدها أخذنا physical method الطرق الفيزيائية لإنتاج الحرارة بالجسم تمام طلاب وهس نجي use of cold and medicine اللي هو استخدام البرودة بالطب كاريوجينيك ريجين أي المنطقة المبردة من الكلمة الغريقية القديمة كاريوس which means I see cold كاريوجينيك is the science and technology of producing and using very low temperature هو العلم والتكنولوجيا لإنتاج واستخدام درجة الحرارة المنخفضة liquid nitrogen أي نيتروجين السائل اللي درجة حرارته سالب 196 سليز تحت الصفر and liquid helium السائل اللي درجة حرارة سالب 269 سليز are used نيجي على هذا السؤال مهم كيف نستخدم الطرق الطريقة المبردة بالطب low temperatures have been used for long term preservation درجة حرارة مخفضة تستخدم المحافظة على المدى الطويل المن blood sperm bone marrow أي المحافظة على الدم والحبارات المنوية ونقاع العظم عن tissues والانسجا blood can't be stored for much longer time if it is rapidly frozen الدم نقدر نخزنه على المدى الطويل أو إلى مدى أطول يعني إذا خزننا أو جمدنا بسرعة وعدنا طبعا إذا سامعين بالبنوك أو المصارف مثلا مصرف الدم بأدة أنواع للجلد والعظام والعضلات والعظام بشكل عام كل عضو إلى مسرف يتواجد بالدولة These substances are harder to preserve than simple cells such as red blood cells for a number of reasons هذه المواد are harder to preserve من الصعب المحافظة عليها من الخلايا البسيطة مثل خلايا الدم الحمر for a number of reasons لعدة أسباب أولا The large physical dimension مساحة الفيزيائية مرة تكون كبيرة يعني تمام طلاب يعني يقول لك The large physical dimensions limit the calling right يعني المساحة الفيزيائية تحدد معدل بريد فكلما زالت المساحة كلما قلت قلت درجة البرودة في هذا العضو أو الخلية And adding and removing protective agent is difficult وإزالة وإضافة العوامل الوقائية يكون صعب أيضا تمام طلاب نجعل cario surgery أو الجراحة المبردة أو الجراحة باستخدام التبريد الكاريوجينيك methods are also used to destroyed cells يعني إذا يقول لك الجراحة المبردة أو طريقة الجراحة المبردة تستخدم غالبا لتدمير الخلايا This application is called cario surgery وهذه هذا تطبيق الجراحي يسمى بالجراحة المبردة الكاريوج surgery has several advantages عند عدة فوائد اللي هي أولا there is little bleeding in destroyed area هناك نزيف أقل بالمنطقة المدمرة ثانيا the volume of tissue destroyed can be controlled by the temperature of the cario surgical probe حجم النسيج المدمرة نقدر نسيطر عليه by the temperature وطل درجة الحرارة of the cario surgical probe ثلاثة there is little pain sensation يعني هناك إحساس بالألم أقل because low temperatures بسبب درجة حرارة الواطئة tend to dis disyentize the nerves يعني يقول لك تابعا الاش يمين إلى زات حساسية من العصب أي البرودة مثلنا نقول لكم البرودة قل الألم بسبب أنها تقلل حساسية العصب فيقل الألم في هالحالة ولهنا تخلص محاضرتنا وإن شاء الله استفاديته وشكرا جزيلا بحسن المتابعة